السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجزء الثاني من شرح دولة الهند بنبتدي بالسكان عدد سكان دولة الهند تعتبر تاني دولة بعد دولة الصين في عدد السكان دولة الهند بيتركز سكانها في المدن الهامة عندي نيو ديلهي ممبي طبعا اي دولة متقد اي دولة بيتركز سكانها في المدن بسبب وفرة الخدمات فرص العمل ارتفاع مستوى المعيشة وغيرها كذلك ايضا بيتركزوا في المناطق السهول الفايدية زي نهر الكنجي مثلا زي نهر كوفري والسهول الساحلية لموجودة لهم كوروماندل وملبار طيب دولة الهند وجهة الزيادة السكانية الضخمة دي ازاي عن طريق التعليم والبحث العلمي هل هي تقدمة الزراعة الصناعة التجارة طيب انا عندي دولة الهند من حيث النشاط الاقتصادي هلقيها كدولة من حيث الزراعة فيها اراضي زراعية ضخمة جدا يكفي ان اقول لك انها مناخ موسمي امطار غزيرة بتقل كلما تجانا شمالا لانه مناخ موسمي فامطاره صيفية عندي انهار يبقى انا عندي مجموعة الامطار الغزيرة بفصل الصف الطويل غير مجموعة الانهار طيب ايه الانتاج الزراعي زي ايه بتنتج انتاج زراعي متنوع حبوب غزائية نسيجية سكرية زيتية وغيرها ما شاء الله طيب انا عندي الانتاج الحيواني هده بتدكن نفسها عليها مراعي او حشائش قصيرة الحشائش دي بتتربع عليها الانتاج الحيواني ايه الجموس والاغنام ويكفي ذكرا ان دولة الهند ولا دول العالم في عدد الابقار متين وعشرين مليون رأس بس للأسف غير مستغل اقتصادين بسبب الديانة الهندوسية بسبب الديانة الهندوسية اللي بتمنع زبح الابقار طيب انا عندي الانتاج السمكي طبعا انا عندي سواحل طويلة على خليج البنغال وعلى البحر العربي ما انساش برضو مجموعة الانهار الداخلية فانتاج من الاسماك ضخمة جدا نبقى تاني انا عندي انتاج زراعي اراضي زراعية ضخمة بسبب وجود الانهار المختلفة مع سقوط الامطار الغزيرة في فصل الصيف حيث المناخ الموسمي بتنتج انتاج ضخمة جدا من الحبوب الغذائية من المحاصيل الزيتية والسكرية والنسيجية وغيرها انتاج حيواني هده بتدكن والقصيرة دية بتساعد فيه تربية الانتاج الحيواني اه متين وعشرين مليون رأس بالاضافة الى اه اغنام وجاموس طب الانتاج السمكي سواحل طويلة على خليج البنغال على البحر العربي ده غير الانهار الداخلية فبتنتج انتاج سمكي ضخم اه الانتاج المعدني بغمات ضخمة جدا من الحديد والبوكسايد بالذات الحديد تمام طيب مصادر الطاقة الهند تالي الدولة على مستوى العالم في نسبة الفحم اللي بتستخدم فيه صناعة الحديد والسلو بتستخرج من هضبة الدكن نفسها يبقى الفحم بيستخرج من على زي الهضبة الطاقة الحاجة الغريبة ان الهند فقيرة جدا في البترول ومصادر الطاقة الاخرى عشان كده بتعوض الموضوع ده في الطاقة النووية والكهروم والكهربائية يبقى لأقولي بما تفسر الهند بتتجاه في الانتاج في البترول او للطاقة النووية وكهربائية واي بصرف فاكرة في البترول والغاز الطبيعي الصناعة في الهند في الأولى الأخيرة قفزت قفزات سريعة جدا تطورت طبعا عندي مقاومات الصناعة كلها عندي المواد الخام عندي مصادر الطاقة النووية وكهربائية اهتمت بالتعليم والبحث العلمي عشان كده مش غريب جدا ان انا اتفاجئ ان الصناعات اللي موجودة في الهند حجد وصلب سيارات غزائية كيميائية او كيميائية الكترونيات آلات منسوجات وغيرها تبقى الصناعة متطورة طيب انا عندي في الهند مجموعة مدن اهمها نيو ديل العاصمة السياسية اللي موجودة على هضبة الدكت جهة العاصمة السياسية للدولة زي القاهرة عندي دي موجود فيها الجامعات ومراكز صناعية ومعالم تاريخية مثلا نيو ديله اهميتها العاصمة السياسية موجود فيها الجامعات موجود فيها المراكز الصناعية والمعالم التاريخية تاني نيو ديله العاصمة السياسية فيها الجامعات والمراكز الصناعية والمعالم التاريخية بومبي العاصمة التجارية العاصمة التجارية زي اسكندرية كده بالزبط بالنسبة لنا من أهم المواني الموجودة في دولة الاندو حاجة غريبة هي محافظة أو هي عاصمة تجارية وكذلك أيضا فيها مناطق صناعية ضخمة حيدر أباد على الهضبة نفسها وجي تعتبر مركز للصناعات اليدوية يعني أنا بشب حيدر أباد بخان الخليلي عنز تاني حيدر أباد مركز للصناعات اليدوية تضم مركز إسلامية هل يترى علاقة مصر بالهند علاقات عاملة زي لأ ده إحنا علاقتنا قديمة جدا وعلاقات قوية جدا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية أنا بصدر وبستورد مصر بتصدر للهند القطن الأسميدة الخام والمصنعة السماد الخام أو السماد المصنع فوسفات جلود تاني أنا بصدر للهند القطن الأسميدة الخام والمصنعة الفوسفات والجلود هستورد منها غزل القطن غزل القطن سمسم شاي طبعا انا هي دي كدولة منخة موسمي فبتزرحها بكميات ضخمة جدا انا ما عنديش توابل قطع غيار وسائل النقل قطع غيار وسائل النقل بتربط مصر بالهند علاقات قديمة جدا علاقات سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية طبعا في الاقوانة الاخيرة العلاقات تطورت اكتر مصر هتصدر للهند قطن فوسفات اسمدة خام ومصنعة جلود غزل القطن سمسم شاي توابل قطع غيار وسائل النقل قطع غيار وسائل النقل اتمنى ان احنا كده نبقى احنا عرفنا نوصل او قدرنا نوصل على قد ما نقدر نحل الازمة اللي احنا موجودين فيها حاليا لحد ما شوفكم ان شاء الله في الشرح الجديد قبل الشرح الجديد انا عايزة اي واجبات موجودة على دولة الهند تتحل ضروري اشتركوا في القناة